أدنت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابية الذي وقع أمس شمال غربي باكستان أسفر على مقتل وإصابة عدد من الضحايا في بيان صادر عن وزارة الخارجية جددت مصر موقفها الثابت نحو رفضها القاطع لكافة أشكال العنف مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التطرف والإرهاب وأعربت مصر حكومة وشعبا أن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين